حالة من الاستنفار يشبها نوع من القلق بدأت تجوب البلاد أكثر من الفترة السابقة منذ الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا كيف لا؟ وهذه الجائحة حصدت أرواح الكثيرين واحداً تلو الآخر برغم من كل الإجراءات الوقائية المتبعة فبحسب آخر تحديث للوضع الوبائي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أصبح إجمالي الوفيات المتأثرة بالفيروس 2110 حالات سجلت منها 31 وفاة في الساعات الأربع وعشرين الأخيرة وبلا شك رقم ليس بالهين وهو ما يستدعي فرض قوانين صارمة تجاه آلية التعامل مع هذه الجائحة فبحسب القراءة الأخيرة للوضع الوبائي سنجد بعيد تسجيل 789 إصابة جديدة ارتفاع عدد الإصابات إلى 134 ألفاً ومائة وسبع وعشرين سجل معظمها في مدينة طرابلس تلتها سبهة ثم مصراطة فجنزور ومدن أخرى وفيما يخص عدد المتعافين من الفيروس فقد وصل الأحد إلى ثمانمائة وستة وسبعين متعافياً توزع ما بين طرابلس ومصراطة وسبهة وزوارة وكذلك الزاوية ليصبح بذلك إجمالي حالات الشفاء مائة وواحداً وعشرين ألفاً ومائة وستة عشرة ولو افترضنا أن قراءة حالات التعافي ما زالت جيدة حتى هذه اللحظة سيبقى الخوف من الحالات النشطة التي قد تنظر بحالة طوارئ لا تحمد عقباها في أي لحظة حيث وصل عددها الإجمالي وعشرة آلاف وثمانمائة حالة ربما الشيء الوحيد الذي يمكن فعله من قبل المواطن في ظل ذلك الوضع الوبائي هو التزامه الجاد والحقيقي بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية حفاظاً على سلامته وسلامة عائلته ترجمة نانسي قنقر